احنا الحقيقة يا سيدة كرام زي ما كنت بقول لكم احنا كان مهم عندنا جدا جدا من باب المهنية ده نمرة واحد واخلاقيا ان احنا نفهم من كل الاطراف فزي ما حضراتكم شايفين احنا كلمنا مدام هدى واسمعنا منها اما بخصوص الطرف الاخر فاحنا بالفعل اتكلمنا مع الدكتور عصام بيديوي المدير التنفيذي لمستشفيات اسكندرية تمام ورد علينا وقال لنا حاضر وانا مستعد للمداخلة ونشرح الموضوع ويقولوا برضو وجهة نظرهم وما الى ذلك طيب جينا بعد كده نتصل بدكتور عصام ما ردش علينا يعني لما جينا دلوقتي علشان نكلم دكتور عصام وهو عارف ان احنا هنكلم مدام هدى وعارف ان احنا عايزينه معنا على التليفون وعارف المعاد بتاع المكالمة هيبقى الساعة كام بالزبط الاخره ما ردش على التليفون انا هيبقى ملاكي الطيب حاضر اهو شوف الملاك موجود قاعد جنبي على اليمين اهو وبيقول لي يا يوسف متاخدش الموضوع بسوق نية اكيد اكيد دكتور عصام بيديوي ما عندوش اي نية سيئة في مسألة عدم الرد على التليفون دكتور عصام بيديوي يا يوسف اكيد اكيد مشغول صح؟ طيب ده كده الملاك الطيب الملاك المنطقي بقى بيقول ايه؟ الله يا فنم ده تحت نطاق مسؤولياتك لازم نبقى مسؤولين حضرتك اديت وعد لبرنامج انك انت هتدخل على التليفون وترد دي مسؤولية اتنين في نطاق مسؤولياتك المباشرة ومهامك الوظيفية هو لازم ترد علينا تلاتة هو حضرتك مش بتكلم عن زغيرة ولا ايه؟ انا مش قادر افهم اصلا مسألة عدم الرد ماشي تعالى ناخد اللي بعده اساس المشكلة هو يعني ايه دكتور او دكتورة بيكلم المريض كده ويديله ظهره ويمشي ويقوله روح اشتكيني ما هو من اسأل عقوبة او من امن العقوبة حصل منه ايه؟ بالزبط ده قدامك احنا قلنا حاجة من عندنا قلناش حاجة يدت لها ظهرها تلها مش عايزة تكلم هو كده يعني مش هتاخد اللي بعده روح اشتكيني وراح اتدخله وقفله الباب اتنين هو يعني ايه انت خبطت وانا مقولت شو دخل وانا مش داخل عليكم البيت انا مواطن في مكان لخدمة عامة دي خدمة عامة يعني حضراتكم عليش بتاخدوا مرتباتكم مننا مننا ازاي؟ احنا نحن دافع الدرائب فمرتب سيادتك وسيادته وسيادتهم مننا المواطنين احنا بندفع الفلوس دي عشان نتعامل كويس ده اولا ده ايه؟ اولا واوعى حد يقول لي اصداد علاج مجاني ماليش فيه اصداد علاج على نفقة الدول ماليش فيه بتاخد مرتبك بمكافئاتك بحوافزك بكل حاجة تقدم الخدمة كما يجب مية في المية يعني ايه الخدمة؟ انك تعلق الكانيولة بس؟ لا تتعامل مع المريض كويس جدا لان هو نفس دات المريض لو دخل العيادة الخاصة بتاعتك هتشيله على كفوف الراحة لو دخل المستشفى الاستثماري هتشيله على كفوف الراحة ولا انت عايزة او حضرتك او حضرتك عايز تتعامل مع المريض بواقع ده مريض المستشفى الميري وده مريض المستشفى بتاع البهوات البلد دي ما فيهاش بهوات البلد دي فيها مواطن مواطن ياخد حقه بالكامل وبكرامة بالكامل وبكرامة عشان لو حد قال لي بالكامل ما احنا دينا العلاج لا المعاملة اتنين العلاج تاخده يوم السبت بقى تاخده يوم السبت هدي كده اول صباح الفل تاني صباح الفل انا مش داخل عليكم البيت انا بخبط الباب انا من حق جدا اخبط الباب وافتح وادخل اسأل علينا عايز اسأل علي لكن مين قال لك تدخل انا ما قلتش ادخل لا والله ده في عرف مين وعندي مين وفي اي قواعد اخلاقية او اي قواعد مهنية انا مش داخل بيتكم مش داخل بيتكم انا داخل المكتب في المستشفى المستشفى بتاع الدولة مش داخل عليك مكان خاص فحقه اخبط وادخل وانا رزعت الباب برجلي مثلا ثلاثة انا شايف بنت مادام هدى بتتكلم بمنتقى الهدوء بمنتقى الهدوء ما ينفعش دي لازم تاخد الجرعة بتاعتها ما ينفعش هو كده روح اشتكيني ده من قساءة ده بزرط من قامنا العقاب طيب يجي بعد كده دكتور تاني اه يعني ايه الدكتورة تجيب زمايلها ونعمل كنبينا ونخش على المريضة اللي معلقة لعلاج الكيماوي نلومها انت نزلتي فيديو ليه لا ما ديجوا تربونا يا جماعة يعني انا رأيي تعملوا كونسولتو وتقول لنا البت تربونا وتعلمونا الادب ايه رأيكم اربعة ولا دي تلاتة ده دي كده اربعة اربعة هو يعني ايه يجي دكتور عارف ان في مريضة واخد الكيماوي والمفروض ما تتحركش من على الكرسي او السرير او المكان اللي هي قاعدة بتستريح فيه لحد ما يجسمها هيهدى شوية تطلعي معايا دلوقتي عشان تخلصي الورقة ولو حد قالي اصلها لازم تمضي على حاجات انزل لها بالورقة لحد عندها فاش اي حاجة فاش اي حاجة عاوزها تمضي ما عنديش مانع اصلي ما ينفعش احنا ساعات بنتغاضة فبنا نقول والله للمرافق لكن الصح ات عايز تعمل الصح يعني يعني دلوقتي قررت تعمل الصح طب ما تعمل الصح من اللحظة الاولى نتكلم كويس وبادب ونتعامل الناس مع الناس باحترام وندي العلاق في موعيده كمل خط الصح لحد اخره وخط الصح لحد اخره انك تنزل بالورقة اللي انت عايز المريضة تمضي عليه اذا كان في ضرورة للتوقيع بنفسها وقدام عينك ابعث حد يمضيها على الورق في المكان اللي هي قاعدة بتستريع فيه خمسة مريدة علاج كيماوي بالتأكيد بالتأكيد مش قادرة تصل بطولها بلها اربع سنين بتاخد كيماوي بالتأكيد مش قادرة تصل بطولها ده لو اول جرعة اقول لها انزلت علينا على المستشفى عشان عايزين نعمل التحقيق لا والله المنطق بيقول ده كاترة بقى فاحنا فاهمين استنى ثلاث اربع ايام اجيب الاول الدكتورة اللي عندي المشكو في حقها ولسخرية القدر مادام هدى مقدمتش شاكوى اصلا ده بيحققوا علشان خطر الفيديو يعني احنا بنحقق عشان خوفنا مش عشان غلطنا بنحقق عشان خوفنا ستف بقى الورقتين وتم اجراء التحقيق في موعد كذا يوم كذا الساعة كذا وروح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر وشكرا ستفنا الورقتين حط في الملف كل سنة احنا طيب يحفظ ما عرفش يحفظ ولا ما يحفظش احنا بنحقق عشان الفيديو ولا بنحقق عشان احنا غلطانين احنا بنحقق عشان خايفين خد بالك احنا بنحقق عشان خايفين الفيديو قلت هيك اللازم يحصل في يومها مع الدكتورة مش بعد ما الفيديو نزل ولا ايه ايه طيب ستة انت متصور يعني ايه مريضة خايفة تشتكي مواطن خايف يشتكي انتو عارفين ده معناه ايه ولا مش عارفين ده انتو تتفوروا هو انتو مخوفين الناس للدرجة دي وليه حق تخاف ماهي لما تبقى معلقة الكانيول عشان تاخد العلاج وتلاقي كومبينا راح يدخلالها وليه ومش ليه وعشان ايه ومش عشان ايه واللي يزوق الاستان وايه ده ومش ايه ده بلازم الستة تقلق اقولك ياه اذا كن مكنتش اشتكيت وبتعمل معايا كده وبتقالي طلع علشان تمضي الورق ولا تعملي المش عارف ايه امه لو اشتكيت هيتعمل في ايه اذا كنت اصلا من قبل اي حاجة بقولهم طب العلاج مفيش علاج اشتكونا الله الله يا حلولي يا حلولي سبعة دكتور بديوي بقى اللي ما بيردش عالتليفوه ودي بتعمل فيها ايه دي يا جماعة قانونيا دي بتقدم عليها طلب احاطه على المستشفى ولا على مستشفيات جامعة اسكندرية على بعضها لا صحيح والله بتكلم بجد يعني وقعة زي دي تعمل عليها ايه نكبر القصة بقى وبالقانون كل واحد ياخد حقه اللي هيتجازة هيتجازة واللي هيتنقل هيتنقل واللي يتوقف يتوقف واللي ملفه يتقل كده بالجزاءات يبقى حلو وجميل طيب ولما تضغط على مريض سرطان بهذا الشكل اي مريض نضغطش عليه اصلا لنا ناس عيانة مريض سرطان تضغط عليه بهذا الشكل طبيعي انه كان المرافق يعني يفلت يزهق يتنرفز يتعصب كان ممكن جدا بنت مدام هدى تتعصب جدا وتزعق وانتو بتكلمونا كده ليه ومش كده ليه بس الحقيقة بنت مدام هدى بمنتهى الهدوء بمنتهى الاخلاق بمنتهى السنوك الراقي يا فندم دي لازم تاخد الجرع ما الفيديو قدام حضراتكو احنا شفناه وسمعناه ومغرق السوشيال ميديا الحقيقة انه هذا التحقيق لا يجب ان يطال فقط الطبيبة لكن يجب ان يطال كل هيئة هذه المستشفى ويجب ان يسأل الدكتور عصام بديوي عن ماذا حدث يسأل غير يحقق معي يسأل غير يحقق معي انا بقولش يحقق معي يسأل عن ماذا حدث يا دكتور عصام عملت ايه ايه الاخبار التحقيق قصته ايه ومحققتوش من اول يوم ليه وهو انتم متعودين تيجوا على المرضى للدرجة دي يعني دا الطبيعي بتاعكم ماشي الحقيقة انا مش بس ادعو للتحقيق واعلان نتايجه انا ادعو لتحرك برلماني الحقيقة لبحث هذا الموضوع وانه يتشاف هذا الموضوع مع جامعة اسكندرية تحديدا هو ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ومش هنسمح ان الموضوع دا يتكرر تاني ولن تمر او تمر هذه الواقعة مرور الكرام خالص دي واقعة ان مرت تمر مرور اللقام وعندما يمر اللقام يجب التصدي ليهم وبمنتهى الحزم